السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله في الفيديو دوت هاشرح لكم اول محاضرة في مادية الشبكات. وهو سلايد عندنا بيتكلم عن حاجة اسمها نتوك كومبونس اللي هو المكونات الشركة بتاعتنا. الشركة بتاعتنا بتقوم من ايه? اول حاجة بتاعتنا بتتقوم منها لهيه ال end devices. هي المكان الي ال data بتاعتك بتنشأ من عنده او ال data بتاعتك بيتم اسلامها عنده. انت عندك كومبيوتر او اللاب. اللاب بتاعك بمعت ال data. تمام? اذا هو end devices. طب اللاب بتاعك استلم data اذا هو برضو end device. طيب تاني كومبوننت عندنا اللي هو اسمه intermediary network devices. اللي هو ايه? الاجهزة الوسطية الي في الشبكة. احنا بقى نشوف الحاجات اللي بين الاندي ديفايسز زيت عبارة عن ايه? تمام? فهو بيقول لك هي الاجهزة اللي بتربط الاندي ديفايسز ببعضها. تمام? زي يمين? زي الوزيفة بتاعت ان هي بتدير البيانات اللي بتنتقل خلال الشبكة. وبيقول لك ان الانترميدي ديفايسز وزبطها ان هي بتعمل لك اعادة توليد للاشارات وبتعمل لك اعادة للاشارة دي مرضو في نفس الوقت. تاني حاجة بتقول لك ان هي بتحتفظ بمعلومات المسارات الموجودة في الشبكة. تمام? تالت حاجة بتخطر الاجهزة او بتعرف الاجهزة اللي متوصلها في الشبكة بتاعتك بالاخطاء الموجودة في الشبكة بمشاكل اتصال الموجودة في الشبكة. تالت عندنا او اهم عندنا اللي بنجيره اساسا ده كله مش هيتم اساسا اللي هو النيتورك ميديان. فبيقول لك هنا ان التواصل في خلال الشبكة ده بيتم خلال الميديان. تمام ميديام ده اللي هو الوسط. اه الوسط دوت او الميديام دوت بيسمح لك انك انت تنقل الرسالة من المصدر الى الديستينيشن او من سورسي الديستينيشن. تمام? فبيقول لك ان في امسلة على النيتورك ميديا زي اه تالت حاجة يعني الكابلات اللي بداخلها اسلاك معدنية سواء بقى الامونيوم او نحاس. ايا كان. طيب بيوصف لك الاسلاك ديت او كابلات ديت اه ان هي بتستخدم عشان تنقل لك الدياتا. تمام? انما النوع التاني اللي هو بيستخدم لك عشان ينقل لك الدياتا. بيقول لك ان ده بيعمل لتردوات معينة من الموجات القهرومغناطيسية. تمام? يو احنا كده في النيتورك ميديا اللي هي بيتم الاستلام وارسال داتا من عندها. طيب. اه تاني حاجة اللي هي بتربط ببعضها. اه تالت حاجة اللي هي اللي اتسام من خلالها هيتم نقل الدياتا من المصدر الى الديستينيشن او من السورس الى الديستينيشن. وكلمنا عن التلات انواع رئيسية بتاع النيتورك ميديا. هنخش بقى في حاجة تانية اللي هو بقى. تمام? اللي هي طريق التوصيل الاجهزة ببعضها في الانترنت. تمام? فاول حاجة بيقول لك ان احنا عندنا طريقتين للتوصيل. بيقول لك ان اه بتصف اماكن الاجهزة الوسطية مثل الراوتر واماكن تركيب الكابلات. انما بتصف مخطط العنوين والبوابات او بتاع الاجهزة الموجودة بالشبكة. تعال انوضح الموضوع اكتر من كده بيقول لك يعني بيوصف اماكن وضع الاجهزة الخاصة بالشبكة. يعني انت عندك راوتر وعندك مسلا كمبيوتر وعندك عندي كزا عندي كزا موجود في الشبكة بتاعتك بيقول لك ان بقى بيصف الاماكن اللي اللي بيتم وضع فيها اجهزة الشبكة. وبيعرفك برضو انك ازاي هتعرف تربط الاجهزة دي ببعضها. تمام? طيب بالنسبة للوجيكال تبوليش عشان ما في النهاية شوية يعني ما وضحش اكتر يعني اصلي. يعني ايه بتصف المخطط بتاع العلوين والبوابات اللي هي والاجهزة الموجودة بالشبكة. ولا ببساطة ان هي بتصف من اخر كده طريقة سرب بيانات في الشبكة. تمام? بتصف الله في الشبكة. يعني ازاي الداة بتاعتك بتمشي من خلال الشبكة. فبيقولك المخطط بتاع الله الموجودة بالشبكة عمل ازاي? بيعرفك برضو مخطط بتاع اللي هي العلوين الموجودة في الشبكة. بيعرفك برضو بتاع مخطط بتاع اجهزة. يعني ما يقول ايه? وال vielä فزيكال اللي هو بيقول لك الحاجة فيزيائيا مكان الفهم تنية فيه. هتخش في الموضوع تاني اللي هو او بيقول لك فبيقولك ان احنا عندنا حاجة اسمها Networks of Mini Sizes Networks of Mini Sizes شبكات لأماكن عديدة يعني ايه؟ فبيقولك بص الخلاصة في الموضوع ده بيقولك ان احنا عندنا أربع أنواع من الشبكات أو أربع أسامي أو أربع أحجام من الشبكات تمام؟ بيقولك عندنا حاجة اسمها Small Home Networks وحاجة اسمها Small Office Home Office اختصار لكلمة Soho تمام؟ ثالث حاجة Medium Technology Networks رابح حاجة World Wide Networks طيب جميل جدا تعني افهم حاجة حاجة بيقولك يعني هو بيوصل لك عدد قليل جدا من الأجهزة الكمبيوتر ببعضهم يعني انت عايد في الشقة تاعتك أو في البيت بتاعك موصل عدد قليل من الأجهزة الكمبيوتر وموصلهم مع بعض وفي نفس الوقت انك بتوصلهم كمان بالانترنت مش بس بتوصلهم مع بعض لأ انت كمان بتوصلهم بايه؟ بالانترنت عشان ممكن يقولك طرق أو فرص تمام يقولك مثلا هل هو بيوصل عدد قليل من الكمبيوتر ببعضهم بس؟ هتقوله لا ده انت كمان بتوصلهم ببعضهم كمان وبتوصلهم بالانترنت تمام؟ وخلي بالك انه هو عدد قليل مش عدد كثير ده معناه انه بيقولك انك انت الناس دي كلها بنربطهم في شبكة الشركة بتاعتنا يعني بيقولك اني بيوصل كمبيوتر وزن او 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 ريموت اوفيس توكنكت اتوق اكروبيت نيتورك يعني بيربط الاجهزة اللي موجودة في البيت والريموت اوفيس اللي هي المكاتب البعيدة بالشمكة بتاعت الشركة طيب تالت حاجة عندنا اللي هي بيقولك انت عندك دلوقتي مئات او الاف كمبيوترات متوصلين ببعض بس في اماكن كتيرة يعني مش مئات او الاف الكمبيوترات موجودة في مكان واحد لأ هو الاف الكمبيوترات متوصلين مع بعض كل عدد من الكمبيوترات موجود في مكان معين ازا احنا عندنا اماكن كتيرة جدا اجمال الكمبيوترات اللي فيها عبارة عن الاف كمبيوترات متوصلين مع بعض في كتيرة طيب بيقولك انت بقى انت عندك بقى ايه مئات الملايين من الكمبيوترات متوصلين على مستوى العالم كله. زي مين? زي الانترنت. بيتكلم بقى عن حاجة اسمها جديدة اسمها اللان ولوان. اه اللان ولوان دي قبل ما كلمك عن اللان ولوان انت في البداية قبل ما تيجي تعمل اه بنية تحتية او عايز تعمل شبكة للمكان اللي انت فيه لازم تسأل نفسك اربع اسئلة. اه اول حاجة المكان اللي انا هعمل فيه شبكة دوت. الحجم بتاع التغطية بتاعها يكون قد مساحة اه المنطقة المغطاة يكون قد ايه? تاني حاجة. على المستخدمين اللي متوصلين بالشبكة كونه قد ايه? تالت حاجة هتقدم خدمة ايه على الشبكة ديت وانواحها ايه? تمام? يعني كان خدمة هتقدمها على الشبكة دي وانواح الخدمة دي انواح الخدمات دي اساسا. تمام? طيب يعني ايه هي مجالات المسئولية اللي هيقول في الشبكة دي. يعني مين هو اللي هيكون فيه كم ادمن هيمزك الشبكة ديت? مين اللي له صلاحيات اقل من التاني ومن يجيه صراحية اعلى من التاني وهكزا. تمام? طيب بيقول لك انك انت عندك نوعين رأسيين للنتورك. عندك نوع اسمه اختصاره لان. تاني نوعي عندك نوع اسمه اختصاره وان. طيب بالنسبة للان بيقول لك اللان دوت هو بيقول لك يعني هنا ان هي عبارة عن بيها تحتية بتعبر او تستخدم ازا كانت المنطقة المغطاة صغيرة. تمام? طيب بالنسبة للوان اللي هي الويد اريا نتورك بيقول لك هي بنية تحتية لشبكة ما. بس بشرط. البنية تحتية دي هتسمى بوان لو المنطقة اللي هي بتغطيها كبيرة. وبيقول لك بقى هنا بقى ان اللان عبارة عن اا مجبوعة من الانديد فويزيس مربوطين من بعضهم في ليميتد اريا. وبيقول لك انك انت ممكن اا يكون الادمن عليها يعني شركة صغيرة او واحد فردي هو اللي يمسك الشبكة اللان ديت. تاني حاجة انها بتبروفايد هاي سبيد باندويتس يعني سرعة اتنقل بيانات عالية اا في الانترنال ديفويزيس اللي هي الاجهزة اللي متصلة بالشبكة ديت اللي هي في اللان. طيب بالنسبة للوان فبيقول لك برضو ان الوان اا عبارة عن اا ربط مجموعة من اللانس اا في منطقة غرفية كبيرة يعني هي الوان عبارة عن كزا لان. الوان عبارة عن ايه كزا لان? وبيقول لك ان الوان ديت اللي بيمسكها او اللي بيكون مسؤول عليها اكتر من سيرفيز بروفايدرز. تمام? يعني مش شخص واحد او منظمة واحدة. لا ده اكتر من سيرفيز بروفايدر. تالت حاجة بيقول لك ان يعني اساسا السرعة بتاعة نقل البيانات اا مقارنة باللان في الوان عامة بيكون اقل بكتير من اللان. طيب بيقول لك هنا بقى ان احنا عندنا نوعين من الشبكات اسمه وانترنتس واكترنتس. تمام? اا بيقول لك ان الانترنت دوت هو عبارة عن مجموعة من الوانس واللانس. موجودة مسلا في شركة مسلا. ولكن المجموعة من الوانس واللانس ديت يعبارها عن يعني ما ينفعش اي حد خارج الشبكة يقدر يتواصل مع الشبكة دي. تمام? فيقول لك مسلا انت عندك مجموعة من الشركات. تمام? الشركات دي عايز تخلي الموظفين يعرفي اكسيسه على الشركة على الشركة ديت. ولكن بس هم الموظفين بس او اي حد ليه اذن ان هو يدخل للداتة بتاع الشركة. طيب انت هتعمل اه انكسترانيت ولا انترانيت هتعمل انترانيت. ليه? علشان الانترانيت ديت هتاهلك او هتساعدك ان الشبكة بتاعتك تكون بس لموظفين اه عشان يعرفوا في اكسيزو الداتة بتاعتك. طيب دلوقتي انت عندك عملة. العملة بتوعك دول عايزين اكسيزو الداتة بتاعتك عشان مسلا عايزين يتلوبوا حاجة اه من الشركة وكده. فيكون عندك موقع. فطبعا كده العملة مش يكونوا على نفس الشبكة بتاعتك. لان الشبكة بتاعتك حاليا هي فلازم تنتقل لحاجة تانية اسمها اكسترانيت هي ديت عبارة عن الشبكة بس يعني بتاعها بيكون بيكون امن. يعني بيقول لك هنا ان مسلا نظامة يعني عشان توفر دخول امن للنتورك بتاعتها. اه ولكن مين آآ لناس معينة اللي هم بيعملوا في منظفات منظمات تانية آآ او شركات تانية. ذات نيت اكسس تو ذير داتا وبدو زي مين زي او كاستمرس او اللي هم من الشركات التانية. انما الانترنت نفسه بقى اللي هو الانترنت العالمي لاي حد يقدر يتواصل عليه. يعني ازا احنا عندنا تلات انترنت ان هو اي حد يقدر يتواصل عليه. الاكسترانيت الاكسترانيت دي دات اتبع شركات معينة. اه مسلا انا 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 شركة فتح اه اه عند الشركات كتير فانا عايز مسلا العميل يقدر يطلب لنا حاجات فانا لازم يخش معايا في اكسترنت. طيب انا انا عندي موظفين وبس شرك الشركات وموظفين بس هم اللي هيتعاملو. يبقى انا كده محتاج انترنت مش اكسترانيت. الاكسترانيت دي دات للموظفين مسلا واي حد خارج الشبكة بتاعتها. طيب انا كده في الفيديو ده شرحت لك وشرحت لك اشتركوا في القناة